طيب يا سيتي هل هناك مستجدات متعلقة بالمدير الفني الجديد للنادي الاهلي خليني أقول لحضرتك إلا عندنا النهاردة ودايما بتكلم مع حضرتكم في إنه أي حاجة فيها تفاوض هي إحنا بنتكلم إن إحنا ولاد النهاردة فالخبر ده صلاحيته للنهاردة يعني إحنا بنتكلم للنهاردة علشان أبقى آمين مع حضرتكم المتغيرات دايما والشغلان دي علمتنا إن المتغيرات دايما كتير وكبيرة جدا جدا فالخبر بتاع النهاردة صلاحيته للنهاردة كالتالي مفيش روي فيتوريا وكان الأمر هو استطلاعا للرأي ومعرفة ما هي متطلبات الرجل وبمجرد ما الاهلي وصل إليه التفاصيل المتعلقة بالرقم بتاع الرجل المسافة بعيدة جدا عن اللي الاهلي رصده أو حطه ماشي كده؟ الحالة العامة للكرة في مصر تسيطر بشكل أو بآخر على الاختيارات اللي من النوعية ديت على الأرقام الكبيرة خلاص كده؟ الأهلي عايز يجيب مدير فني أجنبي بس هو في الزون بتاعة الأرقام اللي بتتدفع لفايلر وبيتسو موسماني إنه دي معلومة هو بيتحرك في الزون دي إنما مش هيتحرك في المساحة الكبيرة أوي بالأرقام اللي زي مثلا روي فيتوريا بتكلم فيها أكتر من 3.5 مليون يورو تقريبا يعني تقريبا فالقصة بتاعة الاهلي رايحة رقميا في الحتة دي في الأرقام اللي من ناحية دي الأرقام اللي من ناحية دي بتجيب لك مدرب محترم جزء منه بيبقى فيه رهان وجزء منه بيبقى أنت بتقعد مع الراجل وبتتكلم معاه وتدرس استراتيجيته إيه وتعرض معاه وتستعرض معاه إمكانيات التيم بتاعتك وقصتك كلها بتبقى عاملة إزاي على خلفية إذا كان هناك ريفرنس أو إذا كانت هناك مرجعية الأهلي هيعود عليها هيعود عليها الطريقة بتاعة رينيه فيلر إذن هو الأهلي يتجه إلى هذا الشكل طيب هل الأهلي اتفق مع حد ولا لسه الموضوع الأهلي في اسم تحديدا مدير فني في الوقت الرهن الأهلي بيفنش معه التفاصيل الأخيرة وهناك حالة تكتم كبيرة جدا كما لم تكن من قبل يعني حالة تكتم ما حصلتش قبل كده حالة تكتم لم تكن موجودة من قبل على اسم المدير الفني هو برضو للأمانة فيلر ميشي الناس كلها تفاجد بمسيماني برضو يعني والأهلي لسه عاملها قريب للأمانة يعني كابتن محمود الخطيب يعني مخلي الموضوع في غاية السرية على المدير الفني طيب هل الجزئية اللي الناس تتكلم فيها تأخر الأهلي عن إعلان اسم المدير الفني ارجع للحلقة اللي مشي فيها بيتسو مسماني أرجوك ارجع لها هتلاقي بقول لحضرتك أن الأهلي قدامه مدة زمنية ولن يعلم بأي حال من الأحوال عن اسم المدير الفني بتاعه فهو شايف أنه لازم يدي المساحة الزمنية الكافية للراجل كابتن سامي أمصان علشان يلعب المطشط المهمة اللي هي كانت الزمالك وبرامتز ومن قبلهم استرن كامباني وبينهم غزل المحل طيب ما هو الوقت المتوقع أن يعلم فيه النادي الأهلي اسمه مديره الفني الجديد في الحتة بتاعة مباراة الجونة في التوقيت بتاع مطش الجونة بعد مطش الجونة قبل مطش الجونة في المنطقة دي في المساحة دي وسيعلن النادي الأهلي التفاصيل الخاصة بمديره الفني اللي بنسبة كبيرة وصل إلى اتفاق كبير معه وصل إلى اتفاق كبير معه دي الجزئية بالكامل في موضوع المدير الفني إذن من جهة الأهلي شغال من جهة أخرى ليس هناك تأخيرا بالنسبة للنادي الأهلي الأهلي لا يرى نفسه يتحرك بشكل متأخر في هذا الملف هو كان حاطت لنفسه جدول زمني هو متوافق مع هذا الجدول الزمني خلاص وده يمكن أنا شرحته لحضراتكم قبل كده في نفس الحلقة اللي مشي فيها بيتسو موسيماني قالك هايبقى أقولتلك هيبقى في حالة من حالات التكتب وواضح أنه هذه الحالة ما زال النادي الأهلي عنده القدرة على الحفاظ عليها ومدي لنفسه البراح في جدوله الزمني في أسماء كتير حضراتكم بتسمعوها في السوق الكروي والسوق الرياضي ليست على الإطلاق حقيقية ماشي كده ده موضوع المدير الفني بتفاصيله ترجمة نانسي قنقر